بالنسبة لي أكبر خصم سياسي هو علي بالحاج خصم وليس عدو علي بالحاج ليس عدوي هو أخي في الله وولد بلادي ونحبل الخير وأنا استنكرت في مناسبات كثيرة ما يتعرض له من مضايقات برغم أنه هو المتسبب ولكن دائما أدافع عن حقوق السجين السياسي علي بالحاج لأنه علي بالحاج برغم أنه سياسي شرس بالمفهوم السياسي طبعا وقبيح وقاسي والسجن أو السجون لأنه قضى سنوات طويلة في السجون الجزائرية من نهاية السبعينات بداية الثمانينات إلى غاية الألفية 2002 أو تقريباً اللي خرج من السجن بعد ما قضى 12 سنة سجن مداش منها يوم عفو يعني بالحاج كان في السجن في الثمانينات نظن دخل السجن 84 تقريباً والله خرج في 87 بعد ما قضى فترة محكوميته كاملة زادت دخل السجن فيما بعد طبعاً في التسعينات وقضى 12 سنة حكم العسكري 12 سنة اللي كانوا معاه استفادوا من العفو الرئاسي وخرجوا من بينهم المرحوم عباسي مدني جمازي الشيوخ اللي كانوا معاه عدد كبير من الشيوخ اللي كانوا في السجون المعتقلات تم إفراج عنهم بناء على عفو رئاسي بعد ما قضى سنوات طبعاً هذه شهادة لله أقولها في خصم سياسي خصم سياسي مفروض؟ ما المفروض؟ نزيد له كم يقولك الناس التهم ونشوها الوصورة ونقول لا اللي بالحاج نضيف مالياً نضيف يداه لم تتلطخ بأموال الفساد لأموال السياسة ولأموال التجارة كم معلومة كت ما عنديش بصراحة قلت آخر مرة أن نعلي بالحاج يقيم في السكن الوظيفي اللي استفاد منه كمعلم لما كان أستاذ في الثمانينات يعني حتى التسعينات ويسكن في سكن وظيفي تابع الوزارة التربية في القبة بعض الإخوة صار الحولي قالوا لي لا أبنز ديلا بعد ما خرج من السجن قاعد فترة قصيرة ثم خرج من السكن الوظيفي وقال لهم أنا لم أعد أن تمي إلى أسرة تعليم وبالتالي ليس من حقي استفادة من هذا السكن الوظيفي أعطوه الواحد معلم ولا مدير ولا أستاذ وأنا ما نحتاج وراح سكن في سكن قريب من الحي التعوين كان يسكن نظن جوليفي كان يسكن الإخوة أصدقاءه وأحبابه تبرعوا له وشراوله دار داروا له تبرع من أصدقاءه وأحبابه في الحي وبعض الخيرين اللي يعرفهم عاونوه وشراوله دار في جوليفي أعتقد جوليفي باش من نغلطش يعني حب يقولهم باللي الدولة ما تديرش في يمزية مادة سكنة، مادة قطعة أرض، مادة قرض، مادة منصب ماسكن في كلوب ديبان، ماسكن في مونيتي ما كسب باسات بلاندي ما عنده حرصة مقربة، ما عنده سائق، ما عنده ولا يعني بالحاج بالفعل نظيف ماليا مادة قطعة أصدقاء